موسيقى النشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية اهلا بكم والبداية بابرز عنوينها اليونان تسابق الزمن لتمديد عقود الغاز مع الجزائر وسونطراك تعلن عن دخول حقل العسل حيز الانتاج في سنة الفين وخمسة وعشرين موسيقى اوروبا تحمل روسيا ضمنيا مسئولية تراجع مستويات تخزين الغاز ونقص امدادات الغاز المسال يكبد مصانع البنغلاديش خسائر كبيرة موسيقى وفي النشرة تتابعون اعمال العنف تجبر مليون ونصف مليون مزارع على النزوح في نيجيريا موسيقى في المستهل وقعت شركة سونطراك الجزائرية اتفاقية مع مجمع الطاقة اليوناني ديبا لتمديد عقد بيع وشراء الغاز المسال الموجه لليونان بداية من الفاتح جون في الماضي الاتفاقية اكد فيها الطرفان على تعزيز الدفع بشركتهم لتزويد السوق اليوناني بالغاز تزامنا والارتفاع في الاسعار وتعدد المتعاملين وتعتبر الشركة الوطنية للمحروقات سونطراك اهم مورد للغاز الطبيعي المسال الى اليونان كما اعلنت مجموعة سونطراك الجزائرية عن الشروع في التطوير التجاري لحقل العسل الغازي بشراكة مع مجموعة غازبروم الروسية على ان يدخل حيز الانتاج في الفين وخمسة وعشرين بيان عن الشركة ذكر ان سونطراك تعمل بالتعاون الوثيق مع غازبروم على التطوير الفعال لموارد الغاز المكتشفة على مستوى حقول قرد السايح وقرد السايح شمال من خلال انجاز عمليات تنقيب في اربعة وعشرين بئرا جديدة بالاضافة الى انجاز وحدات معالجات لانتاج الغاز الطبيعي والمكثفات وغاز البترولي المسال قفزت العقود الاجلة الامريكية للغاز الطبيعي اكثر من خمسة عشر في المئة الاربعاء مع انخفاض الانتاج الى ادنى مستوى له منذ شهر جوليا الماضي وارتفعت العقود الامريكية للغاز تسليم مارس المقبل باكثر من واحد وسبعين سنة لتصل الى خمسة فاصل ستة واربعين دولار لكل مليون وحدات حرارية بريطانية مسجلة اعلى مستوى اغلاق منذ السابع والعشرين جنفي عندما قفز سعر الغاز بستة واربعين في المئة الى اعلى مستوى للتسوية منذ ديسمبر الفين وثمانية اكدت مفاوضة الطاقة في الاتحاد الاوروبي كادري سيمسون ان نسبة مرافق تخزين للدول الاتحاد الاوروبي تقل بنسبة عشرة في المئة عن العام الماضي وارجع ذلك جزئيا الى المخازن تحت الارض المملكة لشركة جاسبروم الروسية واوضحت في كلمتها امام لجنة البرلمان الاوروبي لصناعة والبحث والطاقة ان مستوى تخزين الغاز في الاتحاد الاوروبي ينخفض باستمرار كما هو الحال خلال كل موسم تدفئة توصلت دول الاتحاد الاوروبي الى اتفاق مبدئي لوضع قواعد بشأن تصنيف الاستثمارات في بعض محطات الغاز والطاقات النووية على انها مستدامة بعد نحو عام من تأجيل المسعى وسط انقسام الاوروبي حاد حول مقترح ادراج الموردين اقول ضمن مصادر الطاقة الخضراء بعد عام من التأجيل والمفاوضات الماراتونية الاتحاد الاوروبي يتوصل او يكاد للاتفاق على تحديد الشروط الاولية لتصنيف الغاز الطبيعي والطاقة النووية ضمن المصادر المستدامة نحن بصدد تخديد معايير مساهمة الغاز والطاقة النووية في الانتقال الصعب الى الحياد الكربونية فيما يتعلق بالطاقة النووية القانون المقترح يلزم دول والشركات بتحسين معايير الامان وادارة النفايات في حين ينص على شروط صارمة بخصوص انتاج الغاز الطبيعي باستبدال المرافق عالية الانبعاثات بمحطات منتجة للوقود المنخفض الكربون اتفاق مبدئي توج مقترح قانون يحدد معايير تصنيف المنشآت الطاقوية المنتجة للغاز والنووي كمصادر خضراء ويشكل بورصة لتوجيه التمويلات نحو الاستثمار في الطاقات الصديقة للبيئة التصنيف مؤشر حاسم في توجيه سوق الاستثمارات نحو الطاقات المستدمة نحن بحاجة للابتعاد عن مصادر الطاقة الملوثة خصوصا الفحمة الذي لا يزال يشكل 15% من إنتاج الكهرباء في أوروبا يتوجس المعارضون من التوجه الأوروبي من تحول استثناءات المرحلة الانتقالية نحو الطاقات المتجددة على حساب معركة الحياد الكربوني اسمحوا لي أن أكون واضحة جدا لا توجد هنا لعبة الخروج من السجن للطاقة النووية أو الغازية نقول بوضوح شديد أن هذه أدوات ستطبق في مرحلة انتقالية للوصول إلى مزيد من مصادر الطاقة المتجددة وتأجلت قواعد الغاز والمحطات النووية لأكثر من عام وسط خلافات عميقة إذ ترى بعض الدول أن الغاز والطاقة النووية أمران حاسمان لتوقف البلدان عن أقدر أنواع الوقود الأحفوري وهو الفحم استشرنا المفاوضية الأوروبية والدول الأعضاء وبالطبع البرلمان الأوروبي بشأن القانون نعترف أن المواقف منقسمة على نطاق واسع في جميع مؤسساتنا هناك وجهات نظر مختلفة لكن أعتقد وجدنا توازنا بين الأراء المختلفة في دعم الطريق إلى إزالة الكربون على الرغم من معاناة العديد من الدول الأوروبية جراء أزمة الطاقة التي تفاقمت خلال المدة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الغاز فإن خطط المفاوضية الأوروبية بإدراج الغاز ضمن الاستثمارات الخضراء تواجه احتراضات حادة تواجه بنغلاديش أزمة حادة في نقص الغاز المسال الأمر الذي كبد المصانع خسائر فادحة ودرت بمليارات الدولارات ورغم أن الحكومة في بنغلاديش لجأت إلى استيراض الغاز المسال بأسعار باهضة لتخفيف عن حدة الأزمة على القطاع الصناعي فإن مساعيها باءت بالفشل وتسببت أزمة نقص الغاز الحادة في إهضار 25% من طاقة مصانع النسيج التي توقفت عن العمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ما تسبب في خسائر فادحة تجاوزت 1.5 مليار دولار هبطت أسعار النفط اليوم الخميس بعد ارتفاعها على مدار الأسبوع بعد اجتماعي منظمة أوبك بلانس وصدر بعض البيانات الاقتصادية الهامة التي أثرت على سوق النفط صباح اليوم وانخفضت أسعار النفط وعقودها الخامي الأمريكي غرب تكساس ليسجل 87.97 دولار للبرميل كما بلقت عقود خامي برانت 89.84 دولار للبرميل أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موقف بلاده الداعم استقرار سوق النفط عالميا قالت الحكومة اليابانية اليوم الخميس إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء فوميكشيدا في محادثات هاتفية أن المملكة تعتزم المساعدة في استقرار سوق النفط الخامي العالمية واحتلت السعودية صدرة موردي النفط إلى اليابان خلال العام الماضي رغم انخفاض واردة المملكة بنحو 4.2% مقارنة ب2019 إذن في موضوع آخر أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري في التصريحات أدل بها على هامش مشاركته في اجتماع تحالف أوبك بلاس عبر تقنية التحاضر عن بعد أكد ارتفاع إنتاج الجزائر من النفط إلى 992 ألف برميل يوميا في مارس المقبل بالنسبة للجزائر 10 ألف برميل في اليوم ليصبح إنتاجنا من النفط 992 ألف برميل في اليوم في شهر مارس إن شاء الله هذا وينتظر أن يتجاوز إنتاج روسيا 10 ملايين و331 ألف برميل الشهر المقبل ضمن الدول العشر المنتجة للنفط خارج منظمة أوبك اشتركوا في القناة هذا وارتفعت حصة السعودية من النفط وفق اتفاق أوبك بلاس بأكثر من 100 ألف برميل يوميا شهر مارس المقبل كما سيصل إنتاج العراق إلى 4 ملايين و370 ألف برميل يوميا ترجمة نانسي قنقر حققت شركة شال أرباحا قياسية خلال الربع الرابع من العام الماضي فقد توقعات المحللين مسجلة 6.4 مليار دولار في الربع الثالث من سنة 2021 أي حوالي 6.4 مليار دولار وفقت أرباح شال المعدلة متوسطة توقعات المحللين التي قدمتها الشركة التي توقعت تحقيق ربح قدر بـ 5.2 مليار دولار وكشف بيان للشركة أن أرباحا شال المعدلة ارتفعت خلال العام الماضي إلى 9.3 مليار دولار مقارنة بالسنة 2020 حققت شركة السعودية للصناعات الأساسية سابك السعودية قول قفزة كبيرة في الإرادات والأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي مدفوعة بارتفاع أحجام المبيعات ومتوسط أسعار المنتجات خاصة مبيعات البترو كيمويات وأعلنت شركة سابك السعودية اليوم الخميس أن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2021 حيث تجاوزت 13 مليار دولار بنسبة زيادة من 56% عن السنة السابقة قال الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية يوسف بن عبد الله في البنيان في أن سابك حققت أداء قويا في الربع الرابع من عام 2021 مدفوعا بالمرونة التشغيلية في موضوع مغاير صدرت اليوم الخميس بيانات التضخم التركية وسجلت ارتفاعا للشهر الثامن على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها في نحو 20 عاما وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي خلال جنفي 2022 إلى 48.69% بينما كشفت بيانات التضخم على أساس شهري ارتفاعا إلى 11.1% مقابل توقعات بتسجيل 9.8% هذا وكشف استطلاع رأي آخر أن أغلب الخبراء يتوقعون ارتفاع تضخم في تركيا خلال جنفي بنسبة قد تصل إلى 47% ترجعت أسهم تيسلا في حدود 3% لتصل إلى مستويات 905 دولارات وخسرت تيسلا في الفترة الممتدة ما بين 30 من جنفي إلى 3 من فيفري الجاري ما يقارب 300 دولار في السهم نزولا من مستويات 1200 دولار في المستويات الحالية ورفع عدد من مالكي سيارات تيسلا الشكاوي إلى الحكومة الفيدرالية الأمريكية على خلفية الحوادث الناجمة عن التوقف المفاجئ للسيارات بسبب المكابح وأبلغ مالك والسيارات الكهربائية عن تسجيل 107 حوادث بسبب المكابح الوهمية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بتسجيل 34 حادثا خلال 22 شهر السابق في موضوع آخر أدى العنف المتفاقم بين المزارعين والرعاة في العديد من الولايات الناجيرية إلى تعرض إنتاج الغذاء للخطر في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان الصراع بشأن الحصول على المياه والأراضي دفع إلى نزوح داخل لأكثر من مليون ونصف المليون شخص في شمال البلاد في ضواحي قرية آغاتو التابعة لمقاطعة بينو يسعى محمد جاهدا لانقض ما تبقى من محصول الأرض بعد ثلاث سنوات من حريق طال أرضه ومنزله ذمن موجة عنف يشهدها شمال نيجيريا منذ بداية 2018 هاجمنا رجال دمروا أراضينا أضرموا النار في محاصلنا لم يكن لدينا المال للزراع بالطريقة نفسها التي اعتدنا عليها انظر إلى أرضي فيها الكثير من الأعشاب الضرة لا أحد يستطيع مساعدته في السيطرة على الحشائش وليس لدي المال لشراء الأسميدة أعمال عنف متصاعدة للحصول على المياه والأراضي في عديد ولايات شمال نيجيريا تركزت في مقاطعة تشكل سلة غذاء أكبر دولة في إفريقيا من حيث التعداد السكاني ما يهدد المنطقة بمجاعة واسعة النطاق أكثر من 95% من هؤلاء النازحين مزارعون يساهمون بأكثر من 70% من إجمال ينتاج الأمن الغذائي في المقاطعة أعمال العنف والقتل كبذت الولاية خسائر بنحو 40% من ثروتها حرب المياه والأرض أجبرت أكثر من مليون ونصف المليون شخص على النزوح داخليا غالبيتهم مزارعون على غرار موتونغا التي وجدت نفسها لاجئة داخل هذه الخيمة بعيدا عن قريتها لا يوجد طعام هنا يجب أن أعمل عند أشخاص آخرين لضمان قوة أسرتي ظروف العيش صعبة هذه الوشبة أحضروها لعشرة أشخاص هي وشبتنا الوحيدة في اليوم نوصل وصلات من أجل الحصول على عمل غدا حتى نتمكن من الحصول على المسيد من المال لتناول الطعام على الرغم من تربعها على عرش أكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا لا تزال الزراعة تشكل نحو 30% من النتيج المحلي الإجمالي لنيجيريا خلال الربع الثالث من العام الماضي قبل الختم تذكير بأبرز عنوين هذه النشرة اليونان تسابق الزمن لتمديد عقود الغاز بالجزار سونتراك تعلن عن دخول حقل العصر الحيز الانتاج في عام 2025 أوروبا تحمل روسيا ضمنياً مسؤولية تراجع مستويات تخزين الغاز ونقص إمدادات الغاز المسال يكبد مصانع بنغرداش خسائر كبيرة وفي النشرة تابعتم أعمال العنف تجبر مليون ونصف المليون مزارع إلى النزوح في نيجيريا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر